على مدى أربعة أسابيع تقريباً، لم تتوقف الأمطار عن أغلب المحافظات اليمنية محدثة خسائر وتأثيرات غير مسبوقة على بعض المناطق والمحافظات منذ عشرات السنين استمرار السيول أحدث كوارث وخسائر فادحة شملت عشرات الضحايا وآلاف الهكتارات بحسب الحكومة الشرعية، فإن سيول الأمطار والوديان أسفرت عن وفاة خمسين شخصاً خلال الساعات الماضية في محافظة المحويت لوحدها، أغلبهم في مديرية ملحان ورد ذلك في بيان صدر عن السلطة المحلية في المحويت ذكرت فيه أن السيول جرفت في طريقها عدداً من السدود المائية والمساجد والمحلات التجارية والممتلكات وتسببت بنفوق مئات المواشي في الحديدة أيضاً أسفرت السيول والصواعق التي ضربت مديريات المراوعة والزيدية والبيت الفقيه خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية عن وفاة ثمانية أشخاص إضافة لتهدم عشرات المنازل السيول الجارفة قشفت في طريقها عن عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرق والأراضي الزراعية في قرى وادي عرفان وضمي جنوبي حيس وذلك ما استدعى الفرق الهندسية التابعة لبعض الألوية العسكرية للتعامل معها تجنباً لأضرارها المحتملة في لحج كذلك تسببت سيول الأمطار في قطع طريق وادي توبان بمديرية المسيمير بل أثرت بشكل مباشر في شبكة الطرق الرابطة بين قرى حوض توبان تحديداً تلك الواقعة بين مديريتين الأزارق بمحافظة الضالع والمسيمير بلحج الحال في أبيان لم يختلف كثيراً حيث تسببت السيول في انقطاع الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والمناطق المجاورة ما أدى لتكدس مئات المركبات ساعات طويلة واقع الحال أن موجة الأمطار والسيول كشفت فقر كثير من المحافظات والمناطق للبنية التحتية اللازمة لمواجهة هذا النوع من الأخطار كما كشفت سوء وضعف التعامل الرسمي مع آثارها على الأقل إنسانياً ترجمة نانسي قنقر